هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسم بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار أسبوعي جديد ولكن متل ما منحب نفجئكن من فترة للتانية نعم هيسم ببيتي هيسم بوجة هيسم قدرة ادقر وقدر اطلع يا مرحبا يا ليل يا مرحبا يا كل أحباب مرحبا مرحبا من جديد ببيتك التاني بالجهلية الشوف يعني قدي مبسوط أنك اليوم موجود معنا هيسم مبسوط لدرجة ما بحب صنفه كبيتي التاني بحب بسميه بس بيتي يعني بسميه بيت مثل البيت اللي عندي إيه بالجبل مبسوط جدا اليوم لكل الناس اللي ما شافت الستوريز وما عندي إينا بس بحب بخبره أنه أنا اليوم جيت كمان لسببين السبب الأول هو أنه عيدك بعيد ميلادك اللي ما عيدتك عليه من شهرين وشوي وجبت لي الكيك ما طعمتيني منه بعض والسبب التاني هو أنه جايبتي لي لعبة جديدة بطبيعة الحال رح أسرقها أنا واخدها ع بيتي بس ما نخلص بدنا نلعبها سواء اليوم صح يا هيسم اليوم عنا لعبة سوبر لذيذة رح تعرفنا تابو؟ اسمها تابو اسمها تابو رح تكون أنت عم تعملها الأنبوكسينج رح تعرفنا عنها ورح نلعبها أنا وإنت ونعرف مستمعين أول شي بنصواري عليها لأنه بأعتقد هايز هايدي هي اللعبة اللي كلكن بانتظارها هايدي هي اللعبة اللي رح تجمعكن كل ليلة لا تلعبوها مع الأصدقاء خبرنا هيسم اللعبة كما ذكرت غنوية اللي رح تقربكم من أصدقائكم اللعبة اللي رح بتحلي صهراتكن وقعدتكن خصوصي بفصل هيك الشتوية أو أنتوا قاعدين ببيوتكم بعد الشغل قبل ما تناموا أي شي اللعبة اسمها تابو مثل ما قلنا هلأ يمكن الاسم مألوف بنظركن لأنه غنوة كمان أول ما جبنا اللعبة قال لأنه أنا عندي تابو كتير ناس عندهم لعبة تابو صح بس الفرق أنه هايدي تابو بالعربة وبس نقول أنه بالعربة مش يعني معربة لا لا أنتوا معرفت فهم علينا يعني مش الجماعة إجوا جابوا كل كارد وقعدوا يعملوا ترانسليشن أو يدبلجوا يترجموا الكلمات لا الجماعة اشتغلوا من السفر لتكون لعبة لعبة تخمين عربية بتشبهنا بتشبه منطقتنا العربية مضبوط هيسم يعني كل كارد رح تكون ريليتبل يعني نحنا فينا نحس أنه آه أوكي هايدي الكلمة بتعني لنا لأنه فعلا كلها بالعربة هي أول مرة بتطلع باللغة العربية لعبة تابو شو فيك كمان شوي هيك تخبرنا عنها قبل ما نبلش نلعب فيها ونعملها انباكسينج أكيد رح عمل لأنباكسينج لها اللعبة التخمين بس بدي أخبرونا هيك بشكل سريع أنا أنه هايدي اللعبة أول شي إذا بتكون تحصلوا عليها بطبيعة الحال هايدي اللعبة فيكن تحصلوا عليها أونلاين أو على اللينك اللي موجودة بيه رابط الحلقة اللي هلأ أنتوا عم تسمعوها أو من حيالة توي ستور بجي سي سي أو بمنطقة الخليج فيكن تحصلوا على لعبة تابو باللغة العربية هايدي اللعبة تحديدا بيلعبها من أربع أشخاص وطالع هلأ بطبيعة الحال أنه نحن هلأ اليوم بالحلقة بس ثلاث أشخاص فما فينا نلعبها أربعة ثلاث أشخاص؟ مين الشخص الثالث؟ أنا وياكي ووجك الثاني لأنه أنت عندك وجين منيحة هيسا ما كنتعرف أنك هلأد مهدوم بس أنت بتعرف أنه نحن بطبيعة الحال لأ اليوم رح نكون أنا وأنت بنفس الفريق لأنه أنا رح كون عم بحذرك وأنت عم بتحذرني تحذرني صح هي مثل ما عم تحكي غنوة مظبوطة هلأ هي وجة الآخر أنه هي اللعبة بتنلعب أربعة وطلوع لأنه لازم يكون القليلة بكل فريق في شخصين هلأ عم بحذروا بعضهم وعم يتحدوا الشخصين الثانيين هلأ نحن لأنه بس اتنين رح نلعبها شخصين نحذر بعضنا هلأ اللينك اللي أنا قلت لكم عنها لأنه عن جد عن جد عن جد تستحق اللعبة أنكم تشوفوها أنكم تطلبوها أزعابي لكم اللينك اللي على الإنستغرام اللي رح تضغطوها رح تخدكن على صفحة هاس برو جيمينج اللي هن إذا باتكن المنتجين أو هن اللي بيعملوا هيدا اللعبة وكتير ألعاب بورد جيمز ولعب تخمين وكمان مثل ما قلت لكم فيكن تلقوها بالتوي ستورز بالخليج رح نعمل أول شيء أنبوكسينج للعبة لحتى نبلش حذرك وتحذرني يا هيسم فيك تخد العلبة التي هي أمامك و رح يخد العلبة لحظة لن أبلش افتحها أول شيء الباكجينج تبعها كتير حلو أنا شخصيا كتير عندي ضعف على هالأشياء أكثر من ألف كلمة تخمين تابوه لعبة المرحل التي لا يوصف لعمر 13 وما فوق هلأ مبدئيا رح اللاعب غنوة مع أنها هي أصغر من هيك على أصغر من هيك أوكي وفتحنا أوه ماي جود أوكي في عندك شو هاي بدنا نقول للجايز كمان اللي عم بيسمعونا أنه نحن رح نكون عم نلعبها the classical way يعني رح تشوفوا بقلب اللعبة أنه في دايس أو شو دايس بالعربي هايسم شو دايس بالعربي؟ نارد يعني نارد وفي كذا شغلة تانية لأنه اللعبة بتنلعب بكذا طريقة إنما أنا وهايسم رح نلعب الطريقة الكلاسيكية خبرنا هيسم شو رح تكون؟ أوكي مثل ما قالت لكم لازم تكون أربع أشخاص وطالع يفضل تكون فوق العمر 13 سنة يمكن بس لحتى هيك يفهموها مش أكتر بس برجع بقلكم كل الكلمات الموجودة فيها كل الحززير الموجودة فيها عربية جدا وبتشبه منطقتنا العربية وعادتنا وتقاليدنا يعني ما فيه شي ما بينلعب مثلا بعيلة أو بين الأصحاب أوكي عم تكرر نفسك فيك دغرة تفوت فيها خراسي فيها اللعبة 260 بطاقة فيها حامل بطاقات يلي هو بتحطه عليه البطاقات فيها صارخ يلي هو هيدا فيها مؤقت رملي أو ساعة رمل حتى يعني نكون عم نحسب بالوقت لبعضنا لأنه لأنه رح يكون عنا دقيقة كرميل نحذر الكلمات اللي عم بيحذرني إيها هيسم شكرا للإضافة عن جدا اللي عملتيا اللي ما قالها أبدا جنس العازي فيها كمان لوحة درجات هي اللي حتى تكتبوا عليها مين عم يربح النقط ومين لا وفيها الناردية اللي هو الزهر أو الدايس اللي حتى تكونوا عم بتكبوا مثل ما قالتكم غنوة أيام بتحكي قصص العازي أنه هيدا اللعبة بيجي مع دليل لأنه اللعبة نحنا فيكن تلعبوها The regular way أو الطريقة هيك السهلة إذا بتكون وفيكن تصعبوها أكتر لأنه فيها كذا لعبة مش لعبة واحدة بأعتقد رح نبدأ نلعب أنا هو غنوة وبرجأ بذكركم أنه بالعادي لازم تنلعب يعني مثلا أنا ضد غنوة بس أنه هلا لأنه نحنا بس اتنين رح نلعب بيكون إيها بالطريقة السهلة لحظة لحتى فك البطاعت أوكي بفكهم كلهم أو هني في كتير أعطيني النص وخذ أنت النص التاني إيلا أوكي فإذا بس تقلكن جرب ما تطلع علي هيسم أنا وعن بحكي عمول معروف لا ما رح أطلع عليك غنوة ما تعتليها أوكي على كل بطاقة رح أعطيكن بس هلا إيكزامبل سو على على البطاقة من فوق مكتوب كلمة ظلام تحت كلمة ظلام في كلمات تانية مثل عتمة نور شمعة خوف وليل أنا لما بدي حذره له هيسم كلمة ظلام ما لازم أذكر كل هالكلمات يعني هالقد هي مهضوم اللعبة لدرجة أنه أنا بدي حذره ظلام بلا ما أطلع له عتمة أو نور أو شمعة أو خوف أو ليل فكيف بدي حذره ظلام بولا طريقة يعني ما فيها تقللي مثلا إذا في كلمة نور ما فيها تقللي ضو أو أنه هو أشي ما فيها تقللي إياهن ولا كلمة خاصة بالكلمات الخمسة اللي مكتوبة فيها تستعملها كل اللي فيها تعمله كمان مش حركات بدأ تحكي بس تفسر لي شو الكلمة بلا ما تضطر تقول الكلمات اللي موجودة هايدي صعوبة اللعبة أوكي بدأك نقلع فيها ونشوف شو بيصير معنا أكيد بس بخصوص الصارخ اللي خبرتكن عنه اللي هو هيدا واللي كتير حبيت وانا راح عيش معه بعتقد هيدا الصارخ بنستعمله أول شي لما يخلص الوقت لهاي التيئة وتاني شي إذا استعملت غنوة واحدة من الكلمات اللي موجودين عندها هلأ بالعادة اللي بيكونوا أربعة بيكون في حد حده للشخص عم بيتأكد إنه ما عم تستعمل الكلمات فإذا استعملتها بيعملها الصارخ أنا ما رح أعرف إذا غنوة رح تستعمل الكلمات أو لا رح نضلنا عن إحنا ويعني ما بعرف وإرادتها وزكيها لا أنا رح قل لك لا رح نلعبها على الأصول حتى ما نكون عم نغش شغلي تاني كمان ما قلت لكم عنها إنه كل كارد من هيدا اللعبة أو كل ورقة من هيدا اللعبة فيه على ولا وغنوة بديك تطف في تلفوناتك كل كارد منهم في عليه أربع ألوان اللي هن الأصفر الأزرق الأحمر وقلب نفسجة هؤل الألوان بتختلف بصعوبة الكلمة يعني الأصفر هي أهين شي والأحمر هي أصعب شي أصعب كلمة ففيكن أنتوا تنقوا اللون اللي بتكون ياه وأكيد كله مكتوب بالدليل فينا نلعب بقى يلا أوكي أنا رادية فيه أنا بلش أنت تحذريني ايه أوكي يلا يلا أوكي ثاني بس لحظة كيف من ربع فكرة إنه هلأ مين أقوى يعني أنا إذا ربع إذا حذرتهم بكون أقوى بهالحالة اللي بيجمع أكبر عدد كلمات طيب يلا أوكي أبلت يلا وان تو ثري ابتدى الوقت بلشنا اللعبة على فكرة وهنا وبعد عم يلا أوكي كتير صعب أنه ما تستعمل الكلمات أربعة آب انفجار لا بور لا كركبة فوضى صح أوكي طيب ما أسرع طيب مش منطقة كمان أوكي نار دفا لا منستعملها للنار حطب وقود لا قريبة كبريتي لا شجرة من شو الشجر معمول الشجر من ربنا شو معمول الشجر شو هو ورق شجر تراب بذر لا شجرة شو هي اللي تولع النار حطبة شو سنديان خشب يعني أوكي إنه خشب حطب يعني أوكي يا الله كتير صعب شغلة ما خبرتكن إياها كمان ما تلعبوا اللعبة مع تنوها لأنه جرافتي ما فيك تقولي جرافتي يمكن بلا يعني جذبية شو نيوتون لا الكوكب الكون لا اليونيفرس الأرض صح أوكي آه خلص الوقت خلص الوقت عمل لي عمل لي هيدا أوكي ربحت ثلاتة بس إسها لحظته هي اللعبة معمولة اللعبوها أربعة ليكون تنام من نفس الفريق عم بيحذره بعض لسبب إنه كمان الشخص التاني اللي عم بيحذركم ممكن يخسركم يعني غنوة يعني غنوة كانت كتير بطيئة بكيف عم تحذرني حياتي هلأ رح تكتشف إنه لما تقرأ الخمس كلمات اللي ما فيك تقولون أصلا باللعبة ما رح تعرف بقى شو رح تقل لي بدك تكوني أذكى شوية من بس شو مكتوبة على اللعبة طيب بس ما عم شوفون هلأ لأول مرة أنا مسحوقة ايه مسحوقة أوكي فبس فبس يكون حدا معكم بس تكونوا كتار رح تسيروا تتخينة أو بأنه هو اللي خسركم وهو ما عارف يقلكن وإنتوا عرفتوا تقولولو فهيدا اللعب هو الحلو رح بلش بالتوقيت وبلش أنا حذره لغنوة وشوفوا كيف بيحذره يا أصدقائي أوكي عاتيني بس هيدا اللي بيعمل أصوات يلا وش تحتك تحتك جيبي أوكي رح أرجع عيد التوقيت بس لأنه وقع الصارخ ما عم بعرف شو سميه غير صارخ أوكي سيني سيني رح يد التوقيت يلا يلا بلش وان تو أوكي أول كلمة شوف بتمثل باستيلتو ممثلة لا لا هي بتمثل باستيلتو بتكون مرتو لسامر المصري سحبته لسامر المصري شو اسم الممثلة ندف فرحات لا سحبته السورية ما نحفظ كيندا طب باس باس لا ما بدي باس طيب خلاص باس أنا بدي باس طيب أوكي شفت يا عيسم يا واط يا منحط صعبية عن جد عحيط خليل أسرع خيط حريل برافو خيط أوكي الشي انت عملتيش هو بالبيت هيك جديد تحت طولت الصفرة بلات صح عبيروت شو؟ عبيروت يا بي خدني مشوار حدك بالسرفيس غنية ايه شو ببلش عبيروت خلص الوقت خلوها عملي اللي هاي توت 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 عبيروت هنو غنية لفيروز مش لفيروز يمكن ما بتعرف تلعب ولا بتعرف تحذر رح أرجع كافي بعد أنا دوري كمان بعض مرة يلا واحد اتنين ثلاثة مشربش الشاي برافو سر نجاحك سبب نجاحك بين الناس كتار هيسا لا 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 المين او الطريقة لنجحت وعرفوك الناس انستغرام يعني شو بالعربي مواقع تواصل للاجتماع برافو بعيدك شو بتحب تعملي حفلة ايه يعني كتير كتير هيك بيعملوا بالبلدين فستيفال يلي هو شو بالعربي يعني تقريبا كرنفال يعني اوكي صح عمرو دياب شو عنده تملي معاك لك شو عنده يعني اغاني وحدة منهم حبيبي يا نور العين لك وحدة شو يعني مفرد سنجل لك مفرد اللي ألتية ألتية اغاني المفرد طبعا شو غني بقى سيلكلمة اوكي خلص الوقت بس كتير منيح اربعة اوكي فيك تعطينا اكزامبل مثلا لاغنية شو الكلمات اللي ما كان فيك تقولن كلمات لحن موسيقى سمع عزف فأنا ما قلت له شي من هودي قلت له عمر دياب شو عنده قالت لي أغاني قلت له المفرد طبعا طلعت أغنية يعني أنا برمت له البرمي كله مثلا نور يلي أنا جربت هي كانت نور على فكرة أول وحدة يلي هو نور عليه يعني فنور هي ضوء قمر شعاع مشرق بريق أنه ما فيه إلا شي من هودي ففكرت فيها بطريقة تانية أنه بنت اسمها نور أنه هي بس تعرفة أنه أنت الزكية يعني طلعتينتين مش زكية بس فيك تشوفلي شوي بس باللعبة إذا نحنا فينا نقول جمل ولا لازم يكونوا كلمات اللي عم نحذرون أوكي رح شوف لا فيك تقولي جمل هني هون عطيين مثلا مثلا إذا الكلمة إنسان أنه ما فيك تقولي بشر ناس كائن حي حيوان مخلوق فيك تقولي نحنا مين أو نحنا شو يعني جمل أوكي يلا دوري يلا وعن كوني أزكى شوي غنوان لحظة كوني أزكى بطريقة التحذير غنوان لعما حتى اللعب مع سائل ما ديش لعب معنا يلا واحد نين ثلاث سر الحياة شو هو الموت الوجود الولادة السعادة صح أنا شو شغلت أنا شو ديشة بالجامعة إخراج وتمثيل فشو بكون إعلامية بخرجة صح تابر وير من شو معمول أم الماما من شو معمول التابر وير ما بحر بلاستيك صح لك أسرع بينوت يه أرنب صح بس أكيد مكتوبة كلمة بينوت لا شو صار بثورة 17-20 كاروفر لا في عالم ماتت شو ضحايا شو هدا صح صح خلس الوعات كم واحدة حذرتك خمسة بس أنا اللي قوي مش أنت اللي قوية بس لحظة ليك على البنوت مش موجودة كلمة يقفز مثلا أو قفزة بأرنب بأرنب مثلا الكلمات اللي ما كان فيه لكي هون جزر أذن قفز حيوان بنوت يعني هادي مش محسوق هادي مثلا شفته مكتوب قفزة يعني بنوت بالدرج هي قالتلي بنوت قد نقيها بلا فخسرتني النقطة يعني هي لو كانت بفريقة أنا هلأ كنت من شعرها مصحت فيها لأرض لأنه ما لازم هيدا الشي يصير جاهزة I love the game يلا أوكي بس بتعرف هايزا عن جد هيدا اللعبة فيك تترك ليها بس هاي جمع وبعطيك هاي جمع الجاي موتي يسبق جايك يبكسرون هاي قال اللعبة بيذوي فأنا عن جد بدأت شكر كتير Hasbro Gaming لأنه أكيد هاي أنا أخدها معي على البيت الحلعب أنا وولاد أخواتي وعائلتي اليوم أصلا مجموعين عنا رح لعيبون إياها طب يلا مع أنه بحس عن جد أنه as group أكيد أحلى لأنه بيكون في تفاعل أكتر بس هلأ ما في غير هيسا مبوجة فأنه مضطرة exactly وبالجروب بيكون في تنوع بالناس اللي عم بتحذر هلأ غنوة بس ما بتعرف تحذر يعني بالجروب ممكن تلاقوا حدا بيعرف وناس ما بتعرف متل غنوة يلا يا جاهزة جاهزة عطيني الصارخ يا وبلش الوقت يلا one two three بايتك كل الأسبوع قبل ما تجي المرة تنظف شو بيكون فيه إيه اللي تتنظف خلاص لعبة الأنينة حقيقة صح أوكي شيء أنت بيزعجك إذا ما كان بناء رأي تاني بسرعة بسرعة بيزعجك إذا حدا شو عمل قال شو نقد نقد يلا عن شيء كتير عربيا مش أخد حقه وسلسلات غير أفلام غير ما سرح ما حذرتي غير وحدي صراحة أنت عم تطلع كتير سخيف كيف عم بتحذرني أنا أشتر منك بكتير أنا بالنسبة لهون لقلي يعني هون بتخلص تابو لا لا ووقحة ما بتعرف تحذره ما بتحذره ووقحة يلا قولي اللي تشوف قولي اللي السريع طيب خليك معا لكن هلأ قولي اللي مثلا اللون الأزرق كل اللون أو قولي اللي من اللون البنفسجي أو شي لنجرب الصعوبات أوك one two three هيسم أنت إنسان يعني ما بتعرف شي جاهل أكيد فيه ما بتعرف شي وما عرفه ما بتعرف شي فيه علم فيه معرفة ما عرفه ما عرفه يعني بتعرف ما عرفه يعني بتعرف رح نرجع نعيه شفتوا ليش هي عم بتعرف تحذره عم بتقول كلمات فيها ما فيها تقولهم يعني بس يكون في كلمة معرفة يا أصدقاء الأعزاء ما تعلموا بتغنوا وهبل وما تقولوا ما بتعرف شي أو بتعرف أو معرفة أو ما بيعرفوا كلها ممنوع مشتقاتها صعبين الزرق على فكرة بليتستريك يلا واحد اثنين ثلاثة بحط فيها الحمرة خزانة تروس يعني هايدي شي شي بتحمليه شنطة صح أسرع واو الكلمة موجودة اللي كان بدي أقولها صيف شمس أشعة شوب جسم سمار جسم أشعة صيف جسم أشعة صيف ما بقى شمسية طائية برنيطة ايه قبعة من سنتين شو كان فيه كورونا لا عرسك زفاف صح أسرعين قنوع عمد خصريني أوكي يلا نوين شو صعبة نوين شو صعبة إنه ليك مثلا هلأ كان لازم حذرك سماء شو كنت مثلا بتقلي لسماء تشوف بس إذا رح تذكر شي كنت بقل لك فيه الأرض كلمة الأرض فيه الأرض وفيه الفضاء وفيه أزرع وفيه غيوم وفيه طائرة بقل لك قد بحبك بحبة قدك قد بحبك بس قد السماء قدلها وقد البحر تغنوها يا الله شو ما بتعرفي تلعبها خلاص مش هيدا أول شي خطر عبالي طيب ما بدك تكوني شوية كريايتف أكتر أوكي رح أنه قل هذه الحلقة لمستوى آخر رح فاجأكن بهذه الحلقة هلأ بهذه الدقيقة لمستوى تاني حتى غنوة ما كانت بتعرفون اللي رح يصير هلأ رح نبلش من السفر كل شي حذر ننسوه كنا عم نعمله هاكي عم نسليكن اللي رح نعمله هلأ رح نلعب شارعا مباراة أنا وغنوة اللي بيربحها لهذه المباراة عنده الأحقية أنه يؤمر الشخص التاني الأمر اللي بده إياه آه والتاني بتطر ينفز أوكي يعني بدك دق بدق أو ثلاثة بتلاثة حتى أنه تلاثة دقوا قصدي اللي بيجيب أكتر أوكي يعني يعني رح بلش أنا جاهزة؟ جاهز واحد اثنين ثلاثة عمرو دياب شيرين عبدالوهاب هود الناس كلها هن من وين؟ مصر شو أكتر شي بتنعرف فيه؟ أهرامات صح أوكي عندك هون بالبيت صورة لفيروز وصورة ل؟ أم كرثوم صح تلفزيون لبنان والتلفزيونات بشو بيتميزوا أكتر شي لأنه عندهم إيه؟ أرشيف برافو هو مكياجيك؟ كتابة لا على فكرة بس أنه بشو أيام مسابقة حكيت؟ ملكة جمال يعني بمسابقة؟ جمال أوكي أهوكي هي تهب مرتان؟ الريح الرياح غير 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 بسرعة 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 مسلسل اسمه تهب مرتان أهوكي خلص الوقت العاصفة هي أوكي جبتي أربعة أوكي يا بس ما تكوني حيوانة حذريني هون منيح لحط أحذر يلا واحد صعبة طيب صعبة بليز رح شيلها له هيده بس بليز كيف بتحذرني أبيض؟ في حليب مثلا آه لا آه حليب أبيض آه صعب عن جد صعب غنوها هي أصعب شي لأنه ما كان فيه يقول ولا تلج ولا عروس ولا لون عن جد ما خطر عبالك حليب يعني أنه مش موجودة كلمة حليب لا عمو ما أسألك يلا واحد اثنان ثلاث سفر تيارة آه بلد كرة أرضية آه لأ يعني تتخذ معك شنطة سفر حقيبة أوكي آه بي أنا صار عمر 64 تقاعد أوكي آه لأيكم أسألة كيف بدي أربح به هالطريقة بتهوى باللعب أوكي بتكتشف الإنسان حسب شو بتصير معك بحياتك مواقف صح أوكي 9-11 أمريكا لا التفجير لا تيارة صاروخ بنيات المدينة اللي صار فيها 9-11 أكيد في كلمة مدينة غنوة لا مدينة مرح خلص الوعد يا غنوة نيويورك أكيد في كلمة مدينة مكتوبة بنيويورك ما كان فيني قلك ولا منهاتن آه صاري بمنهاتن ولا بنيويورك سوري سوري ما فيني يكون هالأد جه للحظة شو هي الكلمة 9-11 الكلمة نيويورك لا ما فيني يكون هالأد لاحظة وين صار تفجير 9-11 بمنهاتن سنتي هابيلي شارعا لاحظة لحجوجل لاحظة لأنه ما كان فيني قلك ولا منهاتن ولا أميركا ولا تاكسي ولا تمثيل الحرية ولا تايم سكوير بلا بنيويورك شو بيك أنه أنت عم تجوجلها لدرجة أنت كمان ما بتعرف الحلو بهالأبي كمان أنه بيفتح أفاق لأنه تعملوا ريسيرتش للمعرف لتعملوا ريسيرتش لتعرفوا أشياء ببينسلفانيا لا 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 هيدي فيها تروح فيرل إذا حدا بس بيسمعنا على أول شي بونسوار هيدي السؤال اللي أنا سألته إليها هيسم باعترف أنه من أقبل أسئلة اللي سألته لبل جوابه أغبة بمنهاتن منهاتن أوكي ومنهاتن وين لحظة لحظة لأنه مكتوب استطاع ركاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخطي أوكي ما أدى إلى سقوطها وانفجارها في نوات ثاني رح أبعط له voice note لرامي رامي 9-11 أنت هلأ مباشرة على البودكاست 9-11 صارت بمنهاتن بس منهاتن بنيويورك أوه مايكاد ما بستوعب أنا عم بسأل هيدا السؤال وهيدا مستمعينا أكبر سبب لأنكم تجيبوه تابوه بالعرب لأنه عايب تلعبوها بالإنجليش أنتم ما بتعرفوا هالتفاصيل لكن مكتوب هون منهاتن ما بعرف لا أشيلكم من المزح عن جد عن جد عن جد أنه اللعبة أول شي بتشغل الخيال بتشغل كرييتيفيتي لأنه ما تكون تلاقوا ما بتسدوا قدية بتكون تعصروا راسكن لحتى تجربوا تلاقوا طريقة أو كلمات أو جمل أو تجربوا توضحوا للشخص اللي معكم بالفريق شو هي الكلمة بالا ما تضطروا تخسروا فهيدا الشي مع الوقت عن جد كتير بيحرك عندكم الخيال وبيحرك عندكم كمان الكرييتيفيتي أوكي صرنا نحنا واحد واحد مزبوط صح أوكي هلأ فتح صار أونلاين رامي فإذا السؤال طبع إذا 9-11 وين صارت وإذا من هاتن بنيورك أنا عرف خلال ثواني بحب أذكركم أنه غنوة هي وعم تبعت الفويس لرامي حاتت التليفون قدام الميكرو اللي حاتت تسمعه أنه كأنه ليه حتى كتابه هو مش عم يحكي بعرف بس بل كيبعت لي فويس نوتا نسمعها صوت عاري لكن بهالوقت اللي نحنا نطرين في رامي بس بدي أرجع أذكركم أنه إذا عبالكن توصلوا أو توصلكن هيدا اللعبة اللي هي لعبة التخمين اللي اسمها تابو فيكن تفوتوا على اللينك اللي موجودة عنا بخانة الدسكريبشن إذا بدكن تبع الحلقة في لينك بتضغطوا عليها بتروحوا على إنستغرام على هازبرو جيمينج وفيكن تطلبوها من هناك فيكن كمين تطلبوها أونلاين وفيكن تلقوها بالخليج بحيالة توي ستور حياتي ما بعرف أنت أي جوجل فتت عليه إنما أنا أول ما فتت على جوجل two of the planes were flown into the twin towers of the World Trade Center in New York City والثالثة وقتها راحت على البنتاجون بفرجينيا بس أنا مكتوب عندي نعم منهاتن بنيويورك وكمان 9-11 صارت ببنسيلفانيا بنتاجون وفرجينيا يعني مش بس نويويورك بس ايه منهاتن هو هي أحد ديستريكت أو نيبوره تبع نويويورك أوكي شكراً للجهل أوكي منهاتن يلي هي بنيويورك اثنينات ونفس الشي مش أنه هي ولاية منهاتن أوكي أنا أنت طلعت الجهل من كل هيدا الموضوع أنه لما أنا قلتلك ضعط طي ضعط بعترف بعترف أوكي يلا جايزي لهيدا اللي راح تتحدد هيدا لا لا للثلاثة سريع للثلاثة واحد اثنين الثلاثة لما يضيء خلقك بتقولي له شو فكرت الكلمة كسدورة طلعت كندورة أوكي راح نغير لاحظة الحرج عايد للوقت كيف ذلك لما يضيء خلقك بتقولي له رامي خدني وصرت اكتشفت أنه في شي غلط لأنه في لبس رجال تقليدية أبيض يا واحد اثنين ثلاثة بس تقولي عن حدا أنه كتير مني بتقولي ما بيأزي ناملة أوكي محل أنا كان معقول روح عليه إذا أخدت أوفر أم بي سي الرياض أوكي لما تكوني كتير هيك داون وحزينة بيكون بدك حنان حب من خلال شو بيجي الحنان عناق برافو أوكي أوكي هي كتير صعبة راح غيرها أهم شي عندك أنت بالحياة هو شو العائلة برافو بحط أبي في لي أول بيزا بحط مع خيار لبنة جبنة بس جبنة نزار قباني شاعر خلص خلص الوقت قصيدة أوكي أربع يلا وقتك واحد تاني تلاتي وحمص فول أوكي ماء لا ما عز تاني خروف لا مش اللي بيعمل ماء بقرة فزع ولدك من شو فزع ولدك من الفزايع من شو بيخف أبو كيس لا قلة خوف خلص بس شو كان شو فيه هون بروها صورة صح صورة نحن معروفين بأكل كتير معروفة طب بولي شو فيه بقلبة بقدونس أوكي وين بتلاقي عادة لبنان على الخريطة أوكي انت شو بتعمل موعد مخرج ممثل لا لا في او استيز شو بتعمل اي بالفي او شو بتعمل أداء أصوات لا تسجيل لا لكن شو بعمل بالفي او يعني شو أنواع الفي او كالتون لا وثائقي شو معقول تعمل خلص كانت دبلجة ها دبلجة أنا بعمل أصنع أوكي الأخرس عنده كونسرت حفلة أوكي محرجين أوكي بس أسرع بيحبو كتير من فانز معجبين أشخاص جمهور صح أوكي مصاريخ خلص الوقت لا بس صري عرفت عرفتش 900 وحدة أنا ربحتها صرنا واحد واحد يعني اتنين واحد أي ما حتى حياتي صرت اتنين واحد ما هلا علعبنا اي Kund يعني انتي بالأول قلتك صرنا واحد واحد هلا علعبنا بالأول واحد واحد جبنا أربعة بأربعة التاني هلا أنا جبت منها أكثر منك بكتير صرنا اتنين واحد وكل الناس عم تحضر واحد واحد اتنين واحد و ايش رايكي بكسرهم حياتي مرتين حذرتني مرتين حذرتك بأول مرة أنا حذرت هلا إنت حذرت أكثر يعني شو بدي نجعلك أنا حذرت أربعة بأربعة صرنا واحد واحد وهلأ الدق الحاسم ما بقى تجدلني أوكي هلأ الدق الحاسم بس على كل الحالات كنا اثنين واحد يلا جاهزة واحد اثنين تلاتة أوكي عيد البربارة شو بيعملو تنكر شو بيعملو أنه شي بي يؤكل يؤكل بونبون حلو ولك بعيد البربارة شو بيعملو شو شيفني أنا بعيد عيد البربارة عمي قمح خلاص وكي غيرها أوكي بيعملو مينة الكاتشاب بنادورة أنت بتحب تعمليها بالضهرات مع الأصحاب أرقص أه و غنى شو كيف يعني تغنى شو اسمها شو بيسموها بس روحي عمطعم وتغنى كان أوكي أوكي أكتر شي أنت بتستعمليه أنت عم بتسوئه تليفان بالسيارة آه إيه السيارة خلاص آه أوكي آه أوكي آه أوكي آه أوكي خلص الوقت بس أنه أنت تليفاني عم تستعمل كلمات موجودة يعني شو بعمل لك لا أوكي خلاص رح أصلك بعيد وحدة إذا عرفتها بتخضية آه أم بي سي أم بي سي ستوديوز في منا وان تو ثري آه شو فيها كمان أكشن آه ماكس آه دراما هيدعاية لأم بي سي ببلاش آه بعيد وحدة اللوغو طبعه أحمر أم بي سي وان آه واللوغو الطبعه أحمر الثاني خلص خلص وقته أكيد بوليوود ما في أن يقلك رأس ولا هوليوود ولا أفلام ولا تمثيل ولا هند يلا دورة أوكي ثلاثة جابت أحنا ما تقوله عبدكازل يلا و اتنى ثلاثة وزعتر زعت أنه هايني أكيد في زعتر بس بالكلمات لا ما في أوكي أوكي بلد أو مدينة أنا رحت عليها باري لا تركيا اسطنبول لا موجودة بأوروبا آه دي وين رحت فريق مش موجود بالمونديال إيطاليا أوكي فبالتالي أنا عم بحذرك مدينة روما أوكي في عالم ما بتدرس بالجامعة كرميلة تصير مهندس شو معمارة شو نقصنا بلبنان آه قيادة لا آه نتبع قانون نظام صح قانون آه يلا طيب عم تضحكي لا ها هي الكلمة ضحك اي آه شو قابل أوكي فكرت وقفت الوقت فكرت عم تضحك خراس بلي تستريك سطر كم واحدة فإذا أنا ربحت أربع يعني أنا ربحت يعني أنا ربحت فعنا اللي حزرتون وبالتالي مثل كل حلقة فيها تحدي أصلا وكل حلقاتنا يلي منتحدى فيها بعضنا يعني غنوة مش رح تتعلم إنه ما بقى تتحديني لا بيتابو ولا بيغيرتابو ولا بيبين أزكى ولا بيبين أهضم ولا بيشي نهيل اللعبة خدا معك على البيت لعبها لولا تخيك و تانكيو ما عندي خي رح لعبها لولا لولا إخوتي أخوتي البنات لا عن جد ربحت أكيد عم تسألوا شو هو الشرط أو الطلب أو الأمر اللي رح عاملوا لغنوة ولكن لا حتى أخذكم معنا على إنستجرام بقلكم روحوا على صفحة إنستجرام لتشوفوا على ستوريز شو رح أمرها لغنوة وشو رح تعمل بطبيعة الحال برجع بذكركم لعبة تتابو صارت متوفرة وين ما كان بي توي ستورز بي جي سي سي أو بالخليج فيكن تطلبوها كمان من هازبرو جيمينج على اللينك اللي موجودة عنا بخانة الوصف جيبوها لأنه عن جد عن جد عن جد كتير رح تتسلوا بقعداتكم من بعض الشغل أو قبل ما تناموا أو بالسهرة حتى يلي هيكي بيكانكنوا بالشتوية مع أصحابهم وأهلهم وما بيعرفوا شو يعملوا كتير حلوة كتير حلوة تلعبوها برجع بقلكم بتفتح لكم أفاقكم وأنا شخصيا أكيد أخذ معي على البيت ومشح خليليها لغنوة هون مرسي كتير إنكم سمعتونا إن شاء الله تكونوا تسليتوا بهذه الحلقة سمعونا على أبل بودكاست حكواتي ديزل سبوتيفاي أنغامي وين كمان وكل المطارح تسمعوا عليها البودكاست غنوة أصلا أصلا أخر هما أني عندها لأن حاملة تليفونا ولا أخر هما نحنا وإنتو مرسي هيسم الأسبوع المقبل بموضوع راح نجري بيكون ديب هالمرة لأنه صلنا جمعتين يعني كتير عم نلعب يعني صلنا جمعتين لعب صح منقلهم باي منقلهم بليز لما تلاقوا تابوت ويجيبوه اللي عندكن على البيت خبرونا منحبكم كتير باي باي